اشتركوا في القناة 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 كبيرة قطعت انه اربع قطاع لما تجوا تغمسوها بالخبز تتاكل معكم بسهولة هي هي البطاطة بتتاكل بالخبز يعني تغميس بالخبز سبحان الله بتلاقوا هيك الولاد مكتر بيرغبوا اكلات اللي فيها تغميس وفيها خبز بتحسوهم بيميلوا اكتر لأكلات المعلقة والرز وهدول الشغلات والمقالي مثلا مثل البروست الشاولماء المسحب هدول الشغلات بتحسو الولاد بيميلوا أكتر من شغلات التغميس شان هيك قلت لكم اليوم طبخة هاي الأكلة وسبحان الله هيك بعد رمضان بتحس الواحد هيك جاي عباله ياكل هدول الأكلات يعني أنا قبل ما أطفق هاي البطاطا المطبقة أو مكبون البطاطا طبخة مجدرة حسيت هيك كتير إنه بتطلع طيبة بعد رمضان مع المخلل والسلطة هيك الواحد إنه عن جد بده هيك أكلات مو بعرف لش هيك حسيت إنه طبخة المجدرة بتكون طيبة بعد رمضان فمبارحة طبخة مجدرة واليوم عملت مكمور البطاطا متما شفتوا يا صبايا هون بلشت إلي البطاطا وبعدين قلت بدي أعمل اليوم تبولة تركية فنقعت كمان البرغور وحطت له البصلة المقالاية مع الزيت والدبس الفلفلة والدبس البنادورة تركتهم ينتقوا وطلعت لحتى قطف شوية خضرة من برا وهي هون نعناعاتنا ما شاء الله تبارك الرحمن صاروا بكفوا للحارة كلها يتعرى قدر ما كبروا وكتروا ما شاء الله الله هيك يا رب يزيدوا يبارك فهون قطفت شوية بصل أخضر وقطفت حتى توم أخضر اللي بدي حطه مع التبولة التركية بتعرفوا التبولة التركية في كتين ناس بيحطوا لها توم فقلت إذا حطت لها توم أخضر أنه بيعطيها نكهة كتير طيبة وهي الشجرة يلي صورت لكم ياها تقريبا من شهر ما شاء الله لحباتها يتكبروا وعلى أغلب هي مش مش لأنه المراري اللي بيقلبه الراح وهيك بتحسوها أنه باقي فيها بس شوية حمودة وهلأ هون جينا بدنا نقطف كمان ليمون للتبولة ما شاء الله هيك ريحة هلأ زهر الليمون تبارك الرحمن بتحسو الحارة كلها يا تريحة معطرة هي من ريحة زهر الليمون فقطفنا هيك ليموناتنا وهيك صورنا لكم شوية الأجواء برا فما شاء الله تبارك الرحمن صايرة الأجواء بتجنن شوفوا لي يا صبايا هالمناظر وهيك هالخضار وهالورد عن جد شي بيشهي القلب وسبحان الله عن جد الهدوء مو طبيعي لكي لكم أنه أنا بيتي صايرة شوي بالريف بعيد عن المدينة فعن جد بتحسو الهدوء وصوت العصافير بيجنن إذا ملاحظين يا صبايا حتى أنا وعب سجل الفيديو بيطلع أنه إذا أطلع عصافير مع أنه أنا ما نقعدة برا بالحديقة يعني أنا قعدة بالبيت بس فاتح شباك الصالون بس قلت لكم لأنه كتير هدوء بتحسو الأصوات كلها بتطلع بالفيديو فمتل ما شفت يا صبايا صورت لكم شوي قدام بيتي ودخلت لحتى كمل طبختي ومتل ما قلت لكم يا صبايا بدي أعمل تبولة تركية بلشت هيك إغسل الخضرية اللي بديه غسل وإنقع يلي بديه نقع وإنه جهز طبختي بتعرفوا يا صبايا أنه رغم كل هاي الأجواء أو كل هاي المناظر أنه عن جد لهلأ الجو برا برد وما بينقعاد يعني عن جد هيك لما بطلع مثلا بصور أو بطلع بقطف خضرة بتحسو الدنيا شمس والأجواء عن جد ما في أحلى مننا بس لهلأ ما بنقدر نقعد برا أنه الهواء كتير قوي وكتير مزعج ورغم هيك بارد يعني يعني مستحيل مثلا تاخدوا فنجان قهوة وتطلعوا وتقعدوا برا وتتهنوا فيه بتلاقوا الهواء قوي وبنفس الوقت بارد لشان هيك لهلأ لسه ما طلعنا وقعدنا برا بعد ما أجانا فصل الربيع يلا إن شاء الله هيك بالأيام الجاي بيدفي الجو أكتر من هيك والواحد إنه بس يخف شوي الهواء ما قلت لكم الهواء كتير مزعج وما بيهني بالقعدة شان هيك لسه ما طلعنا قعدنا برا إن شاء الله هيك فترة بلك بيدفي الجو شوي هيك بتحسوه بيروق شوي يعني والواحد بلك بيطلع بيقعد برا مثل ما شفت يا صبايا هذا البرغول يلي نقعته قبل ما أطلع هلأ عصرت له الليمونات يلي قطفناه وحطت له يهون هلأ هون بلشت أفرام الخضرة هلأ أنا التبولة التركية صراحة أنا كتير بحبها يعني بحسة أنه يعني غير طعمي عن التبولة العادية وبرمضان كلياته ما عملت منه يعني كنت أعمل يا تبولة عادية يفتش يا سلطة فقلت إنه هلأ بما إنه عندي شوية خضرة خليني أعمل شوية تبولة تركية فمتل ما شفت يا صبايا هون بعد ما خلصت البرغول بلشت بفرم الخضرة فرمت البصل والتوم الأخضار وفرمت النعناه وراح اطلع خسو بقدونس وخيار وبنادورة وهيك بتكون تبولتنا صارت جاهزة رح اطلع زيت زيتون بالآخر وملح وحركة ويا سلام عن جد هيك الألوان والريحة بتشهي القلب وانتو يا صبايا شعب تطبخوا الأيام شعب تعملوا تعالوا أحكونا تعالوا علقونا شلون الأجواء عندكم من وين عم بتتابعونا بلشتوا الصيام ولا ما بلشتوا الصيام ولا رح تخلصوا ما شوالله أنا برحة حكيت مع أمي صار صامت تلات يام الله يا رب هيك يتقبل مننا وانا لسه مكسلي على اليوم وبكرة واليوم وبكرة الله يا رب هيك يقدرنا وإياكم على الصيام ويتقبل مننا ومنكم يا رب وما شفت يا صبايا هلأ هون خلصت التبولة وقلت خليني تبولة وتركها على جنب سبحان الله بتحسوا التبولة التركية ما معرف أنا هيك بحس التبولة التركية بتفرق عن التبولة العادية يعني التبولة العادية بتحسوا إذا واحد تبولة قبل يعني حطت لها الليمون والزيت قبل الأكل قبل يعني بوقت هيك بتدبل وبتصير بتطالع ميتان بس التبولة التركية اذا حطيتولة الزيت وحطيتولة الليمون وتبّلتوها بتحسوها بالعكس بتصير قطيب هيك البرغل بتشتش على الاخر وبتتغبغب وعن جلت بتصير كتير طيبة فتبّلتها وتركتها لبين ما خلص طبختي مثل ما شفت يا صبايا هي هون قلات البطاطا وقشرت لها شوي التوم وراح اطبخها هلأ في ناس او حتى انا والله احيانا بعملها مع بنادورة يعني مثلا نفس هاي المراحل بقلي التوم والكزبرة وبحطلها فليفلة وبحطلها بقطع بنادورة وبطبخهم معاهم وبعدين بنزل البطاطا وبحطلها مسلا نصف كاسة شاي ماي وبغطيها وخليات السوي واحيانا لأ بس بعملها بيتوم والكزبرة مثل ما عملتها معاكن اليوم مثل ما شفت يا صبايا انا قلات البطاطا وسوّت التوم وحطيت لها شويه زيت وقلبته كتير منيح وحطيت لها معلقة فليفلة وبعدين حطيت البطاطا هيك قلبتها تقليبتين ومتما شفتوا حطت لها شوية ماء وغطيتها او كمرتها ما هن منه جايبين اسم المكمور انه بيكمروا الشغلة يعني بيغطوها سواء هي البطاطا او البعتنجان وبتركوها شوية تستوي وبتطلع عن جد يا صبايا كتير طيبة ومستوية وهيك مو خبصة ولا يفرطة ومو أحلاها بتشهي القلب وهي هون بطاطتنا يا صبايا استوى تشوف يا صبايا ما شوالله كل حبة واختها عن جد كتير طيبة وهيك تغيير شكل عن الطبخات الدسمة وطبخات اللحمة وطبخات الدجاج قلت اليوم بدي اعمل هدول الاكلات حطيت معاهم شوية مخلل قلت خليني حطه شوية لبن وهيك بكون صارت سفرتنا وصار غدانا جاهز الله يارب يديم علينا النام ويحفظها من الزوان وهي امننا اليوم وطبخنا له طبخة مكمور البطاطا تعالوا بقى نفكر بيطبخة لبكرة انتو يا صبايا شو بتسموها هاي بتسموها بطاطا نطبقة ولا بتسموها بطاطا مطبوخة بالتوم والكذبرة ولا بتسموها بطاطا مقلية ولا شو بتسموها سبحان الله بتلاقوا يعني الطبخات بتكون احيانا نفسها والمكونات نفسها بس من بيت لبيت بتختلف تسمية الاكلة الحمد لله رب العالمين المهم ان اكلة طيبة ما رح نختلف على الاسم سبحان الله عن جد هيك بتحسوا رجعنا نحتار شو بدنا نطبخ ونرضي جميع الازواق هلا اليوم طبخنا بطاطا بكرة الله وعلم شو بدنا نطبخ يلا ان شاء الله هيك رب العالمين بيسرها ومنلاقي طبخة هلا هون هيك خلصنا وجلينا الجليات وبتعرفوا بعض الالي يعني لازم واحد تريفة الغاز وورا الغاز ويمسحهم ويا سلام ما في احلا هيك من نظافة والترتيب والواحد هلا هيك ما فيه اشي المجلة وعبيل ما يا سلام راحة نفسيا هلا هيك خلصنا راح نروح بقى نشوف شو بدنا نعمل شو بدنا نشتغل شو بدنا نثاوي سبحان الله من بعد رمضان لهلأ بتحسوا لشوي الوقت اختلاف يعني انا برمضان مثلا كنت فيه الظهر بين ما ضب البيت وخلص وصلي العصر واقرأ قرآن وفوت على المطبخ ما اطلع منه الا بعد صلاة المغرب سبحان الله لأ هلأ اختلاف هلأ بتعرفوا غداي لازم انه يكون على الساعة خمسة جاهز ففوت على المطبخ بكير وبخلص كل اموري وهيك وبجلي ومنتغدى وبتلاقوا لساة ساعة ستم والمغرب ما بيقدر للساعة سبعة ونص فبتحسوا صار النهار شوية طويل فهون بعد ما خلصت امور المطبخ وما تم عندي شي فيه فقلت خليني اطلع ولم الغسيل مثل ما شفت يا صبايا عندي شوية غسيل بالضب وبتعرفوا بس من فتحته والضب الغسيل هذا بالدوتر تبع لبتلجرابات فالمهم خلصت ضب الغسيل كلياته وهيك قلت بكرة فيه ما عندي شغل زيادة بتعرفوا احيانا واحد بيتأخر بالنوم الصبح واذا كان عليه مثلا كوي او عليه مثلا ضب غسيل بياخد زيادة وقت معه بالشغل فقلت لحالي هيك بضبهم هلا وبخلص منهم بعد ما خلصت كل اموري وقدن المغرب صلينا المغرب فقلت لحالي خليني اعمل كاسة شاي صراحة انه عن جد هلا هدول الاجواء بتحسوا انه عن جد بدي كاسة شاي ما بعرف الجو هو بارد او نحن منبرد الزيادة ما بعرف بتصدقوا يا صبايا انه لهلا الاستدفاية نحن منشغلها يعني هلا بس منصلينا المغرب فورا منشغل الدفاية وبنقعد بالصالون فقلت لحالي خليني اعمل كاسة شاي وحط شوية كعك انه عن جد هلا هيك هدول الاجواء بينقبل الكعك وبيتاكل وبيكون بتحسوا هيك مرغوب بس بكرة هيك شوى بشوية الجو ما عادي ينقبل الكعك بتحسوا الواحد بيميل للشغلات اللي اللي فيه البارد يعني مثلا ايس كريم عصيرات ما عادي يميل للشاي وللكعك ما شاء الله تبارك الرحمن شغلت يا صبايا انا عملت ثلاثة كيلو كعك بس قلت للكم لاني الجو عنا شوي بيرد كتير طيب مع الشاي يعني انا من وقت اللي عملته لهلا عم ناكله ما شاء الله تبارك الرحمن يعني باقي شوي ويه سبحان الله الواحد لما بيعمل الأكلة طيبت انه ياكلها وهي تازة ووقت اللي عملها ولهم بيكون خلص الفيديو والروتين تبعنا لليوم وصار لازم ودعكن وقلكن يا صبايا ان شاء الله بشوفكم فيديوهات وروتينات جديدة على خير وهذا اتبان استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه اشتركوا في القناة